حادثة قطر قطر مطروح القاهرة يصطدم بسيارة نقل بالقرب من مرغم غرب اسكندريك ده حصل النهاردة حدشتكلم يعني مفيش خسار بشرية اتمنى واتمنى مكونش في خسار مادية واتمنى مكونش في خسار اصلا ولكن دي حادثة النهاردة حصلت واحنا لسه في تابعات حادث كبير قطر دخل في قطر واقف على نفس الخط من نفس الاتجاه كارسة جنائية وبنطالب لسه بمحاكمة جنائية اللي امر بتعطيل اجهزة الامان اللي موجودة اللي صرف عليها الدولة المصرية ومركبها في الاطراط علشان الاوقات ادى هذا الامر الى موت فلازم يكون فيه محاسبة جنائية مش سياسية جنائية لمن اعطى امر بتعطيل برنامج وبتعطيل جهاز للامان اوه استضام قطار مطروح القاهرة بصهارة نقل خرصانة في اسكندرية اطلع لي فوق يا معز كده ايه ممكن الصورة تكون من الموقع ولا حاجة اهي ادي لأ شوية ادي صورة من المكان مش واضحة جدا ولكن بتقول ان فيه حادث وفيه تصريح النهاردة لكامل الوزير بيقول ان هو بيعتذر كامل الوزير يا جماعة مش ظابط فني يعني مش ظابط دخل اعدادية عسكرية وبتاعه وسنوية عسكرية لا كامل الوزير زابط مهندس خريج الفنية العسكرية مع باكاليريوس هندسة فلما يتكلم بقى وانا مقاتل وما سيبش وما هربش لا يا فن من يخطئ لابد ان يحاسب ايا كان وزنه او ثقله او موقعه انا مخطئ واعتزر لسان حال كامل الوزير وزير النقل وبيقول كده بيقول ضغط على السائقين للقيادة بسرعة اثناء التطوير اعتمادا على مهارتهم كلام ده بيتنافى مع اللي انت قلته ان السائقين والعاملين محتاجين دورات تدريبية وان العنصر البشري محتاج يتطور اصدقك فين يا سيادة الوزير اصدق ان انت بتعتمد على مهارتهم ولا انت شايف ان هما محتاجين لتطوير هذه المهارة وتطوير العنصر البشري اصلا وبيقول كان يجب ان افعل ما فعلته بعد الحادث بتقليل السرعة لم اخبر الناس بالحقيقة بان هناك خطورة حتى لا يخافوا طيب هي دي مش مسئولية قانونية فندم ولا ايه يعني ده مش الاعتراف ده الا يؤخذ منه انه اعتراف ضمني بالمسئولية ان انت خطرت وما اخبرتش الناس بالمخاطرة علشان ما يخافوش وان انت تعمت او اعتمدت على مهارة السائقين اللي انت قبل كده انت قطتها وقلت ان انت عايز تطور العنصر البشري طيب كل اللي انت عملته ده قد ان فيه ناس ماتت تسعتاشر اتنين وتلاتين ربعمية وتسعين ايه ان كان العدد فيه ناس ماتت مش المفروض تتحمل مسئولية الجنائية مش تفضلا منك لا عشان انت اخطأت واجرمت باعترافاتك دي في الاخر بيقول لن استقيل وانا تحت امر الشعب والرئيس اللي وثقه فيه خير مش فهمك ايه لن تستقيل وانت تحت الشعب وتحت امر الشعب الشعب انت بتنوت فيه فهم الشعب ده فيه ناس منه ماتت بسبب قرارات انت خدته تعطيل اجهزة امان فانت كده قتلت الناس فلو سمحت الاستقالة هنا مش معناها ان انت بتجري ولا بتخاف لا لا يستقل هنا معناها تحمل مسئولية علشان تحاكم جنائيا على الجرم اما يعني القضاء بايقول اما انت مزنب او انت غير مزنب انما المواقف للدعائية دي مش بتأكل عشي